شكل كامل بعد تعافيه من فيروس كورونا أو بعد سلبية مسحته وبالتالي أصبح الآن جاهزاً ضمن خيارات الكابتن إيهاب جلال وأتوقع أنه سيعود للمشاركة الأساسية في اللقاء المقبل أمام منتخب إثيوبيا بمناسبة محمد صلاح إحنا هنبعب المباراة الثالثة مع منتخب كوريا في نفس المعسكر ده لكنها ودية هناك في كوريا هناك في كوريا وهما بيوقعوا العقد كانوا عايزين يحطوا أن محمد صلاح يكون من ضمن الشروط بتاعة إبرام العقد مشاركته من ضمن الشروط كانوا عايزين كده لكن اتحاد الكوريا كان شايف أنه فيه احتمال أن صلاح يبقى محتاج راحة أو أن يكون المنتخب محتاج أنه هو يبقى بيجرب لعبين فرفض أن الشرط ده يتحط وبالفعل كان أعتقد ده الحل الأذكى لأن محمد صلاح غالباً مش هيشارك في مباراة كوريا زي ما مش هيشارك في لقاء الخميس المقبل وهو واضح جداً عليه الإجهاد موسم كان شاقاً جداً على المستوى البدني وعلى المستوى النفسي الزهني على مستوى المنتخب وعلى مستوى ليبر بول فهو مباراة كان بين عليه الإرهاق وحسناً فعل أنه شارك وأن الكابتن هاب جلال صمم على إشراكه لأنه الانطلاقة مهمة ولأن الناس تساؤلتها كتيرة ولأنه تعويض الخسائر بأن أنت تبقى مكتمل الصفوف في أول مواجهة بعد الخسائر ده أمر كان مهماً جداً فغياب محمد صلاح عن لقاء كوريا يبدو أيضاً محتملاً بنسبة كبيرة قوي هم كانوا عايزين هيمشوها من ناحية أن منتخب مصر جاي لنا ومحمد صلاح جاي لنا سن موجود ونفس القصة محمد صلاح الهدفين بتوع الدور الإنجليزي لكن ده مش هيكون متاح هتبقى في طائرة خاصة المنتخب هيسافر إن شاء الله كوريا يوم 11 بعد العودة من ملاوي لمواجهة إثيوبي إحنا بكرة مسافرين بطائرة خاصة أيضاً لمواجهة المنتخب الإثيوبي فيه تمام الواحدة ظهراً بإذن الله في سياق متصل متصل على اتحاد الكرة يعني فالنهاردة أعلن اتحاد الكرة إن وقع على عقد أن أبو ظبي هتستضيف نسختين كأس السوبر المصري المحلي في النسختين المقبلة النسخة السنة اللي فاتت اللي هي بطل الدوري فيها الزمالك والكاس بتاعها لسه شغال اللي هو الزمالك وصل فيدي الفاينال ومستني الطرف الآخر يتحدد ونسخة السنة اللي جاية اللي هي لسه الدوري بتاعها شغال السنة دي والكاس بدأ بخطواته الأولى وإحنا اعتدنا أن أبو ظبي والإمارات عموماً لما بتستضيف لقاءات السوبر بتكون الأجواء حلوة الجمهور بيكون مالي جنبات الإستاد التنظيم بيكون جيد جداً للقاءات أهلي وزمالك تحديداً لما شفناها شفناها قبل كده أهلي ومصري بور سعيدي فإن شاء الله تكون قوية وممتعة كما أكد الجانبان وقت توقيع العقود من خلال شركة بريزنتيشن ومن خلال أيضاً المسؤولين في دولة الإمارات الشقيقة ترجمة نانسي قنقر